هنبدأ معاك بفوز الأهلي بربعية على الاتحاد السكندري وكانت مباراة الحقيقة يعني قوية أربع أهداف للنادي الأهلي تعليقك إيه عن مباراة؟ مبدئيا جمهور النادي الأهلي طبعا كان فيه مرحلة شاكي كده الفترة اللي فاتت خاصة كان خسارة مباراة القمة وأداء متراجع وخسارة من بنك الأهلي وتعادل مع أمبي وفوز بصعوبة على زد في الدهاء الأخيرة فكان فيه بعض الشاكي كده بدأت سرب لجمهور الأهلي والفرقية مشكلتها محليا فظل إنها ماشي كويس جدا جدا على السعيد القرية أو في دورة بطول أفريقيا ماشيين بشكل مميز جدا ونتاج كويسة جدا في أفريقيا بتيجي في الدورة المحلي تلاقي أداء متناقض تماما وفيه هبوط فني في الأداء وفيه تراجع في النتائج فدي عاملة مشكلة كبيرة طبعا بين ماتش قبل النهائي وماتش النهائي الناس عارفة إن الأهلي كان عنده أجندة فيها أربع ماتشاط محلية وكل أهل حتى وأجمع إن الأهلي لابد أن يفوز بالأربع لقاط تجمع على 12 نقطة عشان يفضل فيه شكل منافسة أو يقدر يقرب من برامد زلومة وتصدر الترتيب في الوقت الحالي وطبعا فيه مشكلة تانية لما نحكي عنها بتفصيلتها ترتيب الدور الأول إنه ربما يتم اللجوء إليه القصة اللي حصلت خلال آخر كم ساعة تحت إمبي أعلى إنه وصل كونفدرالية ومصر يطلع السوشيال ميديا وصل كونفدرالية والربطة ردت على النديين على موضوع الكونفدرالية ومن يوصل الكونفدرالية قصة كبيرة جدا جدا فالأهلي مش عايز يخش في نفس المطب وعاوز يوصل إنه نقطة معينة في الدور الأول بحيث يمأمن موقعه ومركزه في الدورة الأفريقية السنة الجاية عايز أقول لكم إن السنة الجاية البطولة المغربي اللي هو واحد من أشهر الفرق في أفريقيا في الفترة الأخيرة ووصل في السنة اللي فاتتوا لقبلها مع الأهلي مرة فياز ومرة خسر أماني دي الأهلي الوداد مش هيوصل لسنة الجاية دورة الأفريقية خلاص بشات رسمي لأنه خارج المركز الأول والتاني في الدورة المغربي اللي قرارب ينتهي فالأهلي مش عايز يوصل للمرحلة زي كده وللنفسه بره البطولات الأفريقية فدي نقطة مهمة فثلاث ماتشات اللي فاتوا وفضل ماتش البلدية كان طبعا ماتش الإسماعيلي ماتش الجونة ماتش الاتحاد حتى هما في جدول الترتيب الإسماعيلي أقل الفرق في الجدول بعد كده الجونة وكده الاتحاد الطريف الغريب إن الأهلي مش برضو بتناسك تصعودي مهما مع إن المنافس بيزيد قوة وفقا لموقعه في الجدول أو حتى وفقا من صلابته الدفاعية أو وفقا من موقفه أو شكل التكتيكي بتاعه لكن إدري ما نفوزه لأسماعيلي اتنين عجونا تلاتة قال الاتحادة أربعة فعنى حتى مهم يكون المنافسة أقوى أو موقعه في الجدول أكبر أو أعلى إنت بتقدر تتعامل معه في شكل جيد جدا جدا وبتفوز برتيجة أكبر الأهلي سجل تسع هدف في تارة ماتشات يمكن استقبل هدف في ماتش طبعا إسماعيلي من راكل الجزاء واستقبل هدف ماتش الاتحادي مبارح يعطي النوع أفضل شوية من المعدل اللي كان قبل كده ولكن نسا برضو فيه مشاكل تحس مشاكل دفاعي شوية في نادي الأهلي هي فكرة الاستقبل الأهداف لكن جمهور أهلي أكيد فرحان إن سلسيات كولر وربعات كولر رجعت مرة تانية قدام الجنة والاتحاد وأعز أقولك إن التجربتين دول بالذات الجنة والاتحاد خاصة في الشيط الأول وفكرة التماسك الدفاع والفرقة بتلعب مقافلة زون ديفنس وبيقفل على الطرفين للنادي الأهلي دي كانت بروفة مهمة للي هيحصل مع الأهلي في ماتش التراجل التونسي يعني لو راح نقدر ببطالة أفريقيا التراجل التونسي أعز أقولك الماتشات الأخيرة كلها 8 ماتشات ما دخلش فيه موال هدف في دورة أفريقيا هم عملوا 9 كلين شيت في 10 ماتشات من أول دور المجموعة 8 منهم و4 منهم ماتشين دور الثمانية أمام أسك قبل جاني الإفواري وماتشين قبل نهائي أمام سانداونز الجنوب أفريقي وسانداونز فرقة من السهلة وبتلعب كورة وبتهاجل فالتراجل كان عامل زون ديفنس أقافل الدفاع المنطقة بتاعه في الزهاب والعودة يعني في تونس ما هاجمش وفي جنوب أفريقي ما هاجمش كان عامل أو حافز على ستايل الدفاع ففكرة أنك تلعب فرقة قافلة تلت ملعبها بالشكل ده فكالتجربة مش عايز بقول تجربة هي كالتجربة مؤحية أو مبرارة رسمية للنادي الأهلي في الدوري بس ميزة كبيرة جدا أنك تأخذ هذه التجربة قبل ما تلاقي نفس الموقف أمام التراجل التونسي وتتكلم عن سعادة جمهوري نادي الأهلي مش بلفوز بس بشكل أهداف كمان آه طبعا على فكرة الناس هتقولك ده فيه هدفين راكلتين جزاء لكن القصة مش كده منت مثلا لو جبنا جون الأولاني هو راكل الجزاء آه بس جملة اللي تعملت قبل راكلة الجزاء فيه شغل تكتيج بيحصل شغل فني بيحصل وأن عمر كمان مش باك شمال يتواصف باك شمال وياخد رجل المباراة دي برضو مش حاجة سهلة لأن اللعب مش مركزه الأساسي اللعب بيخترق دفاع المنافس وياخد راكل الجزاء اللي هو الهدف الأول لكنه عمل أسست أو ساهم في هذا الهدف اللعب نفسه بيرجع ويشوت شوتها ما شاء الله يعني عشرة ريختر تقريبا كرة خلت العرضة ودخلت الجول لسه أتكلم معك دلوقتي قبل الهواء هو سجد من فرحاته هو شيف كرة رايحة وهي رايحة على الفكرة عمر كمان مش أو مرة يسجل بالترى دي يعني هو برضو ليه هدف السنة دي في طلع الجيش ويعرفه يجبوه هدف أحلى هدف في دور السنة دي يعني أعتقد أن عمر كمان ينافس عمر كمان في موضوع الهداف الجميلة بتاعت التزديد من بعيد وده سلح مهم جدا جدا لما بتكون بتلاعب فرقة بتدافع ماتش الأهل اللي قبله على طول ماتش الجونة طبعا كابتا يا عبد العيل المدرسة دفاعية بحتة ودي برضو حاجة فيه ناس مثلهم المدرب بقوله هو انت ليه بدفع على طول يا جماعة دي مدرسة موجودة في الدنيا في العالم دنيا الكورة وعالم الكورة يلعب على المرتدات في مدرسة أني انت بتلعب على الدفاع وتقفل دفاعاتك بشكل جيد جدا وتلعب على الجانات مرتدة وتقدر تكسب بيها يعني الجونة فاس بيها الزمالك مثلا تلعب على تنين السنة دي مش مسافة بعيدة يعني الجونة مع الأهل اللي كانت تعدل واحد واحد برضو بنفس الطريقة دي اللي هو بيدفاع متماسك جدا وقدر يقفل مناطقه وقدر من مرتدات يعني يعني الناس بتلوم عشان عايزة تشوف فن في الملعب انا معاك بس هي لازم نتكلم ان فيه وقعية فيه مدرس مختلفة فيه مدربين زي جوارديولا عايز يهاجم على طول والكورة تحترقه على طول وكان دا كله فيه مدربين تانين زي مثلا انتخل بتاع باني ميونيخ او زي زي سيميوني بتاع تلتكو مادريد انه هو مش مهمة مش مهمة بتسك الكورة لكن انا وقتا ما بجيه للكورة بعمل مرتدات وقدر هجيب بيه هداف لكن كورنا مش معايا انا بقفل دفاعتي اوه عنده قناعة لو انا ما استقبلتش هدف فانا مش خسران يعني مش هخسر مداما استقبلتش هدف فطبعا دي مدارس مختلفة بشكل كبير جدا جدا لكن زي مطلق كابتن عبدالعيل في ماتش جونة كان عامل ماتش دفاعي بحثي قوي جدا جدا لكن اللي فك شفرة الماتش تزديدة الامام عشور سجل منها ده فتحة الجيم او فتحة المباراة انباري نفس الكلام برضو الاتحاد عامل جيم دفاعي قوي جدا جدا حتى بعد ما استقبل هدف براكلة الجزاء فضل محافظة على الجيم الدفاعي بعدها الجونة التانية تزديدة من ريدا سليم من خارج المنطقة بعدها الجونة التالت تزديدة من عمر كابتن الواحد من خارج المنطقة فاعتقد ده سلح مهم جدا جدا ان انت تقدر تلعب عليه وعلى فكرة الجونة الرابع كانت تزديدة من خارج المنطقة صدها الحارس حاول عليها كهرباء راحت لكريم فؤاد المدافع ده سعلى وش رجله في خلد ركل الجزاء يعني حتى برضو ان الجونة الرابع فيه برضو تزديدة من قبل ركلة الجزاء طيب شايف انه طريقة لعب كولر مبارح تصلح انه يستخدمها او يعتمدها مرة تانية في المجارة القدامة قدام الترجي طيب هو كولر عودنا من اول ما جيه بلعب اربعة تلاتة تلاتة بلعب لعب مركز ستة اللي هو بسط مدافع ارتكاز ولعب اتنين لعب مركز تمانية اللي بيصموهم في اللغة الكورة الحديثة بوكس تبوكس او اللعب اللي بيجري من الصندوق للصندوق وبيقباليه وادوار هجومية ولكن كولر اخر فترة من ماتشي مازنبي بدأ يغير شوية فيها ان بقى يخلي اكرم توفيق جمع مران عطية وكأن اتنين مركز ستة كأن بلعب اتنين هم قلبي وسط ملعب وبيدي حرية اكتر لامام عشور ودي مدية بعض مختلف لهجوم نادي الاهلي ان انت مقامل نص ملعبك باتنين ارتكاز بيقدروا استخلصوا الكورة بسرعة بيقفل لو انت مثلا الباكلي مين طالع او الباكي الشمال طالع فبيقدر يغطي وراه دواب مدفع وفيه هجمة مرتدة جاي من ناحيته فطبعا بتدي امان اكتر دفاعيا في نفس الوقت بتدي حرية هجومية اكبر للاعب مبدع زي امام عشور بيفرمعه بشكل كبير بيقدر يسدد بيقدر يوزع بيقدر يعمل اختراقات بيقدر يعمل تمريرات بينية تعمل انفراضات زي انبارة كده البلينت اللي جي منين امام عشور تمريره لعمر كمال جي منها راكلة الجزاء فهدي نقطة وفقات الاهمية انه يعب عندك لعب مبدع فبتدي له حرية اكبر زي ما عمل في الطريقة دي فهو ده ما بين 4-2-3-1 وبين 4-3-3 بينما بين الاتنين حتى ما بيكون موتش مفتوح شوية بيخلي اكرم بدل ما يكون مركز 6 بيخليه مركز 8 يعني في مباراة الترجي تتوقع نوع يلعب ايه اعتقد التشكيل اللي شفناه مبارح للنادي الاهلي امام الاتحاد هو التشكيل الامثل لمواجهة الترجي يعني ريدا سليم حسين الشحات عسما أبو علي اعتقد الثلاثة ده هو الاميز والافضل والانسب الاهلي ده وقت الاندي برسيتها ومستوى متراجع شوية خلينا اتكلم منطقية كهرباء اكيد مستوى جيد مدرس تبرى الصورة خالص بس وصامة أبو علي اعتقد هو الاساسي ما فيش جدال ولا كلام مبارح الراجل عمل اسيست جنة تاني بتاع ريدا سليم اسم ممكن تنسى جارك وصامة عمل ايه لا هو العمل الاسيست بتاع جنة تاني هو اللي نزل واستلم وبص الكورة ده سليم جاب منها هدف غير تحركاته كانت جيدة جدا جدا نص الملعب اكرم توفيق بسم الله من ماتش مازينبي الراجل اللي ربما اضطر نزله ولكنه عمل تفرف أداء نص الملعب اكرم مع مروان ومعهم امام عشور اعتقد ده برضو السلاسي المناسب خط الدفاع ما فيش غير محمد هاني باكي مين البارد ما فيش باكي مين تاني في الاهلي عمر كما غير مقايد افريقيا قلب الدفاع محمد هاني برضو ما فيش خيار تاني واعتقد دراما ربيعة هو الاقرب يكون متواجد في قلب الدفاع وبكش مال طبعا علي تونس علي معلول وغالي من حرس المرمى مصطفى شوبر لانه صعب جدا انت غمري والشي ناوي بعد غياب اربع شهور او خمس شهور ينزل مرة واحدة اه عنده خبرات كبيرة وكل حاجة ولكن الحرس محتاج بعض الوقت عشان خاطر برضو ياخد الاجواء وطبعا الشغل الفني وعاز اقول لكم تيب كورتوا حرس المدريد كانوا عنده رباط صليبي وكان فيه ماتشات دورة بتالي اوروبا وسيمي فاينال الراجل لعب اندريلونين زي ما هو وخلى كورتوا يلعب ماتش في الدورة الاسبوع ده يوم السبت اللي فات فده اول ماتش لي ممكن حال 8 شهور او 7 شهور فطبيعي جدا حتى لو حرس كم واحد ياخد وقته عشان يلدارو فطبيعي جدا طبعا